بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من طلبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي بقناة انجليزي الاعدادي مع مسناء السماء ان شاء الله النهاردة نشتغل من كتاب المعاصر هنشغل على الوحدة التانية اللي عنوانها كيف تشعر ان شاء الله باذن الله نحل اول درسين عندك الدرس الواحد والاثنين في الوحدة بنفكرك ان احنا شغلين من كتاب جيم كمان لو حابب تتابع معانا هتلاقي موجود معاك على القناة اول صفحة في التدريبات عندك صفحة تلاتة وسبعين تدريبات على المفردات المكان مزدحم جدا هذا يعني كلمة مزدحم معناها ايه فري بمعنى فارغ او حر او فاضي ما عندهش شار طيب ولا مزدحم معناها مزدحم يعني بعيد فار يعني بعيد هي مزدحم عكس كلمة سيف سيف بمعنى آمن عكسها ايه محمي ولا سكير سكير هو زي جاي من سكيرتي سكير هو يؤمن ولا ديجرس خطير ولا يوسفل مفيد عكس سيف آمن ديجرس خطير لنحول الفعل له معنى يحب لنحوله الى صفة نحن نضيف ايه اي تي واي ولا اي ال ولا ال اي ولا ال واي هنخليها lovely lovely بمعنى جميل نومبر فور الكلمة هي bored and كلمتين bored and uninterested غير مهتم are دول عبارة عن bored يعني حاسس بي الملل uninterested يعني غير مهتم يبقى دول متضدط ولا مترادفة opposites يعني عكس ولا pronouns دول ضمائر دول سننمز يعني مترادفة لانه حد يشعر بالملل من شيء هو هو غير مهتم بي number five if you are active لو انك نشيط this means you are not النفق ليس ايه النشيط هو ليس ايه lazy كسول big كبير safe آمن ولا excited متحمس هنقول not lazy يعني ليس كسولا بعد كده هنشوف عندنا تدريبات في صفحي 77 وسبعين exercise on vocabulary تدريبات على النفردات choose a correct answer from ABC or D كي vocabulary هنا number one دول سما مالها سما wants to improve her handwriting يعني سما تحب ان تحسن او تطور من كتابتها اليدوية so لذا she is learning هي تتعلم ايه history تاريخ geography اللي هي الجغرافية ولا calligraphy الخط فن الخط ولا science العلوم طبعا calligraphy الخط number two the street food seller اللي هو بائع الطعام المتجول اللي هو بيبقى في الشارع sales يبيع his food الطعام بتاعه in the street in a food ايه بيبيعه في الشارع اسم المكان اللي هو بيبيع فيه في الشارع اسمه in a food stool ولا stall ولا stick ولا stock هنقول ايه start in a food stock لهو متجر للطعام في الشارع لكن stool ده هو المقعد زي المقعد الموجود في معمل العلوم اللي هو كرسي بدون ظهر stick دي بمعنى يلصق stick جاي حتى عندنا احنا نقول ايه sticker sticker اللي هو الملصق ولا stock stock دي هي عبر عن ايه يقول لك رصيد او مخزون من اشي خلاص كده نعايزين ايه a food star number three if there is a problem if there is a problem لو كان هناك مشكلة with my computer system مع نظام الكمبيوتر بتاعي i call انا اتصل بمين a nurse ممرضة shop worker عامل اه في محل ولا computer engineer مهندس computer police officer ضابط شرطة هن هتصل طبعا بمهندس الكمبيوتر number four deaf people اللي هما الناس اللي هما قول عليها اصم مالو بقى use يستخدم ايه بقى to communicate with each other يستخدم ايه لغات ايه علشان يتواصل مع الاخرين الناس دول بتواصلوا عن طريق ايه بقى song اغنية signal بمعنى اشارة ولا sign بمعنى اشارة ولا الانجليش اللغة الانجليزية هي لغة الاشارة وما دي اشارة ايه تدي اشارة زي مثلا اشارة اللاسلكي او اشارة التلفونات كل ده تقول عليها ايه signal او الاشارة اللي هي تيجي مسلا في التلفاز يقول لك لا يوجد اشارة او اشارة ضعيفة او غير موجودة حاجات دي بس واشارة الراديو يعني الكمبيوتر بتاعنا لا يعمل عايزين مهندس يعمل له ايه بقى بمعنى يجهز او يعد يصلح يده يخطيرنا ولا يبقى او يظل بمعنى منتزه او حريقة عامة احنا قلنا ايه بعد كده صفحية 78 number 6 it is usually easy to انه من السهل دائما ان ايه with people in other countries مع الناس في بلاد اخرى if you can speak english لو انك تستطيع ان تتحدث اللغاء الانجليزية يبقى انه عادة من السهل ايه correct يعني تصحح communicate with عشان تبقى تتواصل معه sweep بمعنى يكنس يكنس الارضية ولا clean ينظف هنقول communicate with people يعني تواصل مع الناس number 7 if you are tired لو انك متعب why don't you a rest عايز اقول لك لماذا لا تأخذ استراحة make ولا do ولا do ولا have ولا are هنقول have a rest يعني تأخذ استراحة number 8 a or an ايه من الاختيارات is a person هو شخص who helps people الذي يساعد الناس in a place في مكان which sells things الذي يبيع الاشياء الشخص الدي يبيع الاشياء هو اسمه sell center worker عارفين سالة دي معنى ايه معنى خلية يعني ما فيش حاجة اسمها بائع مركز الكفلية اوكي computer engineer يعني مهندس computer ولا shop worker عامل في محل او متقر ولا street food seller بائع الطعام المتكول في الشارع احنا عايزين شخص بيساعد الناس في مكان يبيع الاشياء هو من shop worker number 9 my grandmother جدتي is a fantastic ايه هي ايه رائع is food is delicious طالما بيوصف الطعام يبا عايز يقول a fantastic a teacher معلمة ولا doctor طبيبة ولا cook طباخة ولا nurse ممرضة هي طباخة fantastic رائعة عشان هنا كان طريقه العالمين على الطعام على الطعام المعصر exercises number 10 she is a or an هي ايه باء هايزين ناخده من الوظائف دي her painting is very lovely عايزوا رسومتها كميلة جدا بهي ايه cook طباخة singer مغنية engineer مهندسة ولا artist artist فنانة او لسام number 11 there are four يوجد اربعة ايه باء in the english language في اللغة الانجليزية reading قراءة writing كتابة speaking تحدث and listening واستماع الاربع اشياء دول اسمهم اربعة ايه skills مهارات presents هدايا clubs يعني هنا وادي ولا awards جوائز او منح لا ام اربع مهارات في اللغة number 12 you can learn calligraphy يمكنك ان تتعلم الخط بقى فن الخط at the a club في نادي a art في نادي الفن والtools بمعنى ادوات ولا sports الرياضات ولا circus اللي هو السرك لا هنتعلم في at the art club في نادي الفنو definitions التعريفات number 13 ايه من الكلمات دي prepares دول عبارة عن وظائف prepares يعني يعد او يجهز food الطعام for people to eat in the street للناس ليأكلوا في الشارع ده اسمي a computer engineer يعني مهندس computer street food seller باقع الطعام بالشارع shop worker اللي هو باقع في مدجر ولا police officer ضابط police street food seller number 14 a or an ايه بقى من الكلمات دي usually drives around the city عادة يتجول حول المدينة to keep people safe in the streets اللي يحافظ على ان الناس في الشوارع لا اسمه ايه shop worker يعني باقع في او عامل في متجر ولا police officer ضابط الشرطة ولا teacher معلم انجينير مهندس ضابط الشرطة اللي هو police officer language notes اللي هي المنحوظات اللغوية expressions تعبيرات prepositions حروف جر number 15 the food in this restaurant الطعام في هذا المطعم is usually عادة a good جيد هنقول quite الى حد ما quiet يعني هادئ quit بمعنى يخرج او المخرج اللي هي البوابة الخروج ولا quickly بسرعة عايزين من quite quiet بمعنى الى حد ما ناس كتير بتلخبط بين الكلمتين دول quiet وي quiet انا هقول لك الحاجة مش هتنساها ابدا بازن الله تعرف لو انت جنبك زميلك ملتزم جدا وهادي جدا علشان هو هادي مش بيخرج برا الدسك بتاعه خالص ماشي خلاص فاحنا حرف من جوه الدسك علشان الشخص ده يتسم بالهدوء يبه جوه الكلمة مش بتخرج برا اطلاق يبقى quiet اللي هي بتاعتها من جوه الكلمة تعبر عن الهدوء يبقى quiet دي بمعنى هادئ اما quiet دي اللي هي اي بتاعتبرة بمعنى الى حد ما number 16 before you go on holiday قبل ان تذهب في اجازة you should انت يجب اي بقى من الافعال دي sure that the doors are locked يجب ان عايز قولك تتأكد ان الابواب مغلقة قبل ان تذهب في اجازة do ولا get ولا make ولا hear هنقول make sure make sure بمعنى يتأكد exercises on language تدريبات على القاعدة to the correct answer from ABC or D number 1 why هناخد اي من الاختيارات دي امال feeling tired عايز اقولك نمازة تشعر امال بالتعب هنا الفعل ده feel جاي ورا ing كده يعبر عن زمن المضارع المستمر هناخد ايه ادي كلمة الاستفهام هناخد am ولا are ولا where ولا is امال دي كأنك بتقول ضمير الفاعل she ايه هو verb to be اللي يناسب ضمير الفاعل she هو is يبقى why is امال feeling tired اما am d بتيجي مع الضمير i are بتيجي مع الضمير we with they with you with you اما where بتيجي مع الماضي بمعنى كانوا number two i هاخد ايه من الاختيارات دي english add the moment حايز اقولك انا ادرس اللغة الانجليزية في هذه اللحظة add the moment تعبر عن زمن المضارع المستمر هقول add الفاعل i محتاجين ايه بعده محتاجين verb to be يناسب هذا الفاعل وبعد كده فعل مضاف له ing add الاختيار اللي فيه verb to be am والفعل study مضاف له high energy يبقى i'm studying english at the moment number three what هناخد ايه اختيارات you think they are doing at the moment ركز بالسؤال ده what كلمة استفهام بعد كده هنا محتاجين حاجة هي ترى ايه هي بعد كده فاعل وبعد كده فعل اصلي لحد هنا كده نص الاول من السؤال ده في زمن المضارع البسيط تركيب السؤال في زمن المضارع البسيط اللي بادئ بكلمة استفهام كلمة استفهام فعل مساعد فاعل وفعل اصلي فين الفعل المساعد اللي هنا اللي هنستخدمه مناسب للضمير you هو do عشان نقول what do you think ما رأيك ده زمن مضارع بسيط اما النص التاني من السؤال هنا بيقول they are doing at the moment ماذا يفعلون في هذه اللحظة يبقى هو كده بيسألك عن رأيك فيما يفعلوا في هذه اللحظة يبقى احنا الفراغ اللي محتاجينه هنا تكملة لزمن مضارع بسيط فقط اللي هو الفعل المساعد do number four how often do you كم مرة انت ايه dinner دينر اللي هو وجبة العشاء makes ولا make ولا making ولا made how often بمعنى كم مرة بنستخدمها انت في زمن المضارع البسيط تسأل عن عدد مرات التكرار ادي كلمة استفهام والفعل المساعد فاعل اللي هو you فضل ايه الفاعل الاصلي بدون اي اضافات اللي هو make صفحة اربعة وتمانين number five يعني والدتي shop ولا shopping ولا is shopping add the moment يعني في هذه اللحظة يعني المضارع ايه مستمر طالما مستمر يبقى الفاعل و فاعل المضاف له سهلة جد طيب المعاصر تدريبات المعاصر number six استمع سما ناخد ايه من الافعال بيانو البيانو عايز اقول لك سما تعزف على البيانو دي معناها اسمع اسمع انا لما اقول لحد اسمع كده يبقى الحاجة اللي انا عايز ويسمعها اهي لسه بتحدث الان معنا كده ان دي مضارع مستمر طيب مستمر يعني يعني الفاعل هو سما بعد كده ضربت بالمناسب لها الهو اهو موجود هنا بعد كده الفعل يبقى دايما عن لطول بنقول مضارع مستمر يعني الفاعل وفاعل لمضاف له خلاص مضاف حما دي ماضي دي مضاف لها حرف اس دي بنستخدمها في المضارع البسيط بس وي دي اللي هو مصدر الفعل حد هقول له ايه انظر يعني شوف اسمع اسمع يبقى حاجة بتحصل دلوقت طيب دلوقتي بقول بس كده يبقى برضو عايز يشوف حاجة بتحدث الان يعني مضارع ايه مستمر يبقى دي الفاعل وبعد كده هندور على الاختيار اللي في ايه فار تو بي اهو والفعل run ومضاف بس هنا ضعف حرف الان علشان الفعل ينتهي بنضعف الحرف الساكن ونضيف خلاص يبقى نستخدم الاختيار اللي فيه وآي اني جي بعد الفعل عشان مضارع ايه مستمر طيب وي خلاص عرفنا طالما تظهر في من ظروف التكرار تكرار يعني مضارع ايه بسيط طيب يقول وي هناخد ايه من الافعل دي يعني عايز اقولك نحن عادة نستخدم بكرا كل يوم وهدي كمان تدل على التكرار خلاص عندنا دليلين على التكرار يبقى مضارع بسيط هنختار ايه هنقول فقط لانه الفاعل هنا وي وطالما الفاعل هنا وي مش هنضيف اي اضافات للفاعل خلاص دي بتيجي في المضارع المستمر ويكون قبل في اما دي بتيجي في المضارع البسيط بس مع مين مع هنش وات فقط عشان ننضيف لها عرف ننضيف للفاعل ده عرف الاس دي بقى مضارع مستمر رسمي اهي وفعل مضاف بعد مضاعف عايزين ايه مضارع مستمر يعني الفعل فقط اهو نمبر ناين يعني ما اللعبة ناخد ايه من اختيار دي في هذه اللحظة شايفين دي بتدل على ايه مضارع مستمر مين في الاختيارات دي تنفع تكون مضارع مستمر لا دي ماضي بدليل وجود اللي تعبر عن الماضي هيا دي هادي برطوبي وآدي بعد كده الفعل والفعل مضاف ل هنا جه برطوبي الاول قبل الفعل علشان ده سؤال اما طب احنا بنكلم مين لما نقول بنكلم مين بنسأل مين ما هو لازم يكون في فعل طيب هنا دي مش هتنفع هنا دي بتيجي مع مضارع بسيط عشان دي عبارة عن فعل ومساعد بنستخدمه في زمن المضارع البسيط احنا عايزين مين مضارع مستمر علشان عشان كده قلنا انا دائما سهب للمدرسة سيرا على الاقدام عايز اقول لك انا دائما يبقى ده مضارع بسيط بيعبر عن التكرار على طول انا بروح للمدرسة ماشي سيرا على الاقدام شايفين الناو دي تدل على ايه مضارع مستمر طالما مضارع مستمر هقول ايه او مضارع مستمر يعني فعل وفعل اي نجي ام تاكين زبس اكمل القمل بالصغة الصحيحة للكلمات ما بين القوسين عايز اقول لك انا اقرأ كتاب في هذه اللحظة هادي تعبر عن المضارع ايه المستمر طيب تعال نشوف يبقى فاعل وبعد كده المفروض بعد الفعل يجي ايه يجي طيب ايه هو اللي يجي مع اي هو ايه هو ام ايه بقى نقول هادي ام طيب بعد ام اجيب الفعل هو اهو وهضف له ايه ايه احنا on verb to be ايه ايه number two it's rain now عايز قولك انها تمطر الان وقت الكلام يبقى مضارع ايه مضارع مستمر اي ادفايس you to take an umbrella انا انصحك انك تأخذ ايه umbrella اللي هي شمسي هي بقى it اللي هي الفاعل و is هي مختصرة اللي هي verb to be فاضل ايه فاضل الفعل المضاف له و هنضف له آي انجي نقول آه 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 خلاص number three on saturday في يوم السبت أنا عادة أنا عادة اقضي الوقت مع ابناء عمي طالما نتكلم عن عادة يعني ايه مضارع بسيط طيب مضارع بسيط وكمان هنا وجود يجولي اهل نقول مضارع بسيط يبقى هنقول spend فقط هذه spend فقط عشان الفاعل هنا i مش هنضيف للفعل اي اضافات number four i can't come to the park أنا لا استطيع ناتي الى المنتزه او الحديقة العامة because i'm cleaning yesterday ايه فعي يقول i'm cleaning انا مش هقدر اجي الحديقة لاني انظف امبرح همس لا لاني انظف الان يبقى i'm cleaning now الان خلاص number five who are drive around the city عايز اقول لك من يتجول حول المدينة يتجول بالسائرة حول المدينة طيب الاني هو بعد كده محتاجين ايه محتاجين الفعل المضاف له هو driving ادي drive وهنضف لها خلاص طبعا هنحزف ال i عند اضافة what you do now هعايز اقول لك ماذا تفعل الان هنقول له ايه طيب طالما الان يعني مضارع ايه مستمر طالما مستمر يبقى لازم يكون فيه verb to be و i nj يبقى هنقول what are اه دي verb to be هو يناسب you بعد كده دخل الفعل يلا نضيف له nj يبقى ايه doing what are you doing now اهي خلاص الافتاجات ازاي هنقول تاني الاسؤال ده في زمن المضارع المستمر عرفنا ازاي عشان كلمة now طيب مضارع مستمر يبقى دي كلمة الاستفهام وبعد كده verb to be المناسب للفاعل الفاعل عندك مين you يبقى what are نقصة you لاحظة روح يبقى نزين you نسينا الفاعل يبقى اهي كلمة الاستفهام ان هي what بعد كده verb to be or وبعد كده you والفاعل مضاف له ing what are you doing now number seven listen استمع يلا اسمع كده طالما بقوله اسمع يبقى حاجة بتحصل دلوقتي يعني مضارع ايه مستمر the birds دي جامع لبالك the birds جامع وطالما جامع هيبقى تاخد ايه تاخد or birth to be or بعد كده الفاعل هو sing هادي sing وهضف له اين هيبقى singing and all the birds ما لها بقى الطيور are singing all the birds are singing in the trees يعني فيه اشجار number eight the farmers ما لها ما لهم الفلاحون خلي بالك دي جامع grow plants now عايزوا لك يزرعون النباتات الان طيب طالما هم جامع يبقى ناخد birth to be all هي تستخدم مع الجامع بعد كده بعد كده الفاعل grow هنخلي هنضف له i in g هيبقى are growing the farmers are growing plants now number nine داليا داليا مالها عايز اقول لك داليا لا تزاكر في ايام الجمع خلي بالك هنا في حرف الاس في عايز اقول لك كل يوم جمعة داليا مش بتزاك طالما كل يوم جمعة يبقى احنا بنكلم عن تكرار الحدث والتكرار يعني مضارعة بسيط طيب تعالنا نخلي الجملة دي مضارعة بسيط هادي داليا كأنك بتقول she طيب عايزين نينفع نجيب الفعل المساعدة هو doesn't دي doesn't للنفي مع هي وشي وإه وبعد كده ييجي بعضه مصدر الفعل هو study خلاص هيبقى الاجابة هي doesn't study وعرفنا هي جد كده ازاي داليا doesn't study on fridays number ten I can't help you now أنا لا أستطيع أن أساعدك الآن I'm do my work عايز أقول لك أنا بقدي شغلي بقى أنا عندي شغلي مش فاض طالما في now يبقى مضارع ايه مستمر الدليل دي الفعل بتاع اللي هو am فاضل ايه فاضل الفعل المضاف ل i nj الفعل هو do يلا نضيف i nj يبقى doing I'm doing my work general exercise التدريبات عامة في صفحة خمسة وتمانين on lessons 1 and 2 understand افهم apply طبق create تبدع عندك أول سؤال هنا بيقول a lesson and choose the correct answer from a b c or d عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب لو حابب ترجع له أوكي وهتلاقي بإذن الله الفقرة سهلة جدا وآدي الإجابات بتاعتها الأربعة number two بيقول complete the following the dialogue أكمل الحوار التالي دايما بنقول لما نكون عندك حوار اقرأ كل الحوار للآخر عشان تفهم الفكرة صح وبإذن الله تجاوب صح سامي ask start about his job سامي يسأل طارق عن وظيفته سامي بيقول what's your job ما هي وظيفتك طارق I'm a food stall seller طيب ليه اخترنا الوظيفة دي بالزاتة شايا احنا قرأنا ال dialogue خلاص ويعرفنا ان هو بيتكلم عن الوظيفة دي سامي بيقول ايه لطارق بيقول له where are you parking your food stall عايز يقول لك اين ترك آآ كشك اللي هو او العربة بتاعة بيع الطعام قال له I am parking my food stall here انا بركن بقى اللي هو عربة الطعام او متجر الطعام بتاعي هنا سامي بيقول له why are you parking your food stall at this place عايز يقول له انت اشمعنا هذا المكان انت دي بترك هنا بالزات قال له because there are many people here يوجد ناس كتير طبعا هيبيع في مكان طبعا في حركة في ناس مش هيبيع كده فمكان آآ مقطوع مفوش حق بعد كده بيقول what do you prepare ماذا تعد او تجهز بيسأله عن انواع الطعام اللي هو بيقدم بيقول I prepare sandwiches for people انا اعد او اجهز السانويتشات للناس سامي when do people start buying their breakfast متى يبدأ الناس في شراء طعام الافطار قال له they usually start buying early in the morning عادة هما بيبدأوا مبكرا في الصباح number three choose the correct answer from ABC or D number one what is manal ناخد ايه من الافعال for her uncle عايز اقول لك ماذا منال تصنع او تفعل ليه ليه عميها هنقول make ولا mix ولا made ولا making خلي بالك ادي كلمة استفهم وبعد كده في verb to be وبعد كده الفاعل وجود verb to be هتخليك تدور هنا في الهيابة او في التكملة على فعل في energy يبقى verb to be i energy اهي making number two i want to انا اريد ان احنا اخد ايه من الافعال دي my phone هاتفي it is broken انه مكسور الهاتف بتاعي مكسور يبقى i want to اي wave wave لو جاد كفال بمعنى يلوح او يشير بيده لو جاد كنو بمعنى موجة جمعها waves امواك طيب drive بمعنى يقود يقود سيارة يقود وتبييز اي حاج meet يقابل repair يصلح هيا دي اللي احنا محتاجين number three نبيلا feels ill نبيلا تشعر بانها مريضة so لذا she هناخد اي من الافعال this morning يعني هي اه فقط في الفراش او ظلت في الفراش هذا الصبع هنقول ايه stay ولا stays ولا is staying ولا to stay هنقول is staying is staying ده مضارع مستمد ليه اخترنا is staying لفيه ing عشان التعبير this morning يعبر عن زمن المضارع المستمد فجبنا verb to be والفعل المضاف له ing هنشوف بعد كي صاحب 86 بيقول number four the police officer ضابط البوليس مالو بقى هناخد اي من الافعال the school today مدرسة اليوم but he usually drives around the street بس هو عادة بيعمل ايه بيقود او يتجول حول الشارع او يتجول في الشارع يبقى the police officer عامل ايه visits ولا is visiting ولا visited ولا visit هنقول is visiting ليه علشان good today today زيها زي tonight يتعبر عن المضارع المستمر المضارع المستمر يبقى verb to be وفعل مضاف له ing هادي is verb to be والفعل هنا visit بقى visiting number five بيقول mom is a fantastic الوالدة او الام هي a fantastic ايه بقى رائعة she prepares delicious food for us to eat every day هي تعد طعام نزيز لنا لنأكله كل يوم ايه هو كده بتكلم عن ايه الام هي ايه رائعة doctor طبيبة nurse مرضة cook طبخة ولا farmer مزارعة او فلاحة fantastic cook number six he is هو ايه بقى ناخد اين الصفات so he can't hear you لزا هو لا يمكنه ان يسمع he is blind blind لا blind معناها فاقد البصر لا يرى لا ده هو بيقولك لا يستطيع ان يسمعك ما يلشي لا يستطيع ان يراك لا ايه دف دف بمعنى اه اصم اما تاير دي بمعنى متعب lazy بمعنى كسول number seven there is a beautiful يوجد ايه جميل in my uncle's garden في حديقة عمي fountain يعني نافورة temple بمعنى معبد ولا museum متحق ولا كارغرافي فن الخط لا هو عنده ايه في ال garden عنده فاونتين نافورة number eight which ايه ايه بقى من الكلمة دي would you like to do in the future التي تحب ان تؤديها في المستقبل يبقى which diary دائري بمعنى مفكرة او يوميا notebook كراسة job وظيفة place مكان عايز اقولك ما هي الوظيفة التي تود ان تقوم بها في المستقبل number nine please من فضلك ناخد ايه من الافعال دي sure that you answer your questions correctly يعني عايز اقوله لما ينفضلك تأكد انك اجبت على اسئلتك او اجبت اسئلتك correctly بشكل صحيح take ولا make ولا stay ولا spend make sure بمعنى تأكد اما take بمعنى يأخذ stay يبقى او يظل في المكان spend يقضي وقتا او ينفق للمال number ten هنقول the road is busy today الطريق مستحي من الان so لذا you can't ايه بقى من الافعال your car here عايز يقولك لا يمكن ان ايه سيارتك هنا park ولا park ولا dive ولا send park دي بمعنى ينبح ودي دي الصوت الكلب اما park دي بمعنى يركن او مركن ودي طبعا بيه السيارات dive بمعنى يغوص send بمعنى yourself complete the sentences with the correct form of the words in brackets number one what is عماد eat عايز قولك ماذا يأكل عماد طيب what is they you هتخليك تعمل ايه يل هتخليك تضيف i energy للفعل عشان يبقى where to be i energy تعال انضيف للفعل ده i energy هي بيك add eat وهنضيف له i energy you think what is i mad eat think طيب number two at the weekend في عضلة نهاية الاسبوع i usually انا عادة getting up early عايز قولك انا عادة السيقز مبكرا طالما i usually عادة يعني يعني اعبر عن عادة متكررة الحدوث يعني مضارع بسيط مضارع بسيط هقول i usually get up بس مش عايز اضيفها i energy بتاعت الاستمرار هي بقى هادي get وبعد كده بس كده number three she is still هي ما زالت ايبا do her homework عايز اقولك هي لا تزال تؤدي واجبها المنزلك هنقود هادي is vertu بي يبقى محتاجين الفعل ده يضاف ل i energy i energy الهو اي هذه do اي اتبع doing she is still doing her homework number four it isn't rain outside انها لا تمطر ايه outside يعني في الخارج ادي is وبعد كده نطل النفع ييجي بعدها ايه ادي rain ادي raining خلاص خلاص ايب it isn't raining outside انها لا تمطر بالخرج كده احنا في زمن المضارع المستمر خلاص number five بيقول write an email about 90 words اكتب email من حوالي 90 كلمة to your friend احمد to tell him about night workers لصديقة احمد لتخبره بشأن من night workers عمال المسائل هما اللي ياخدوا شغلهم بيبقى بالليل your name is haady اسمك haady and your email address is haady a gmail dot com your friends email address is aحمد gmail dot com طيب يبقى ده email اه عايزك تتكلم عن الناس اللي بيشتغلوا بالليل الناس دول فئات كتير منهم الممرضات مثلا والاطباء منهم بعض المتاجر بتشتغل بالليل police officer طواقف كتير من المجتمع بالشغل ليلا عندك مجاب عنده مجاب عنه في نهاية الكتاب النموذج الموجود ده ممتاز هيتقدر تستعين به وعندك ان شاء الله احنا تدخل لصنا الدرس الاول والتاني في وصلنا لصفحة ستة وتمانين ان شاء الله بفكر ان انا شغلي من كتاب جيم كمان لو حاب تتتابع معنا هتلاقي موجود معك على القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة